قال وزير الخارجية الأفغانية مير خان متقي خلال مقابلة إعلامية قال إن حركة طالبان تتعهد من حيث المبدأ بتوفير التعليم والوظائف للفتيات والنساء كما أنها تسعى لنيل رحمة وطعاطف العالم لمساعدة ملايين الأفغان المحتجين قال الوزير الأفغاني في مقابلة مع السيشتة بريس في رسالة موجهة إلى الدول العالم إن حكومة طالبان تريد علاقات جيدة مع جميع الدول وليس لديها مشكلة مع الولايات المتحدة وحث واشنطن ودول أخرى على الإفراج عما يزيد عن عشرة مليارات دولار من الأموال التي تم تجميدها عندما سيطر الطالبان على أفغانستان في الخامس عشر من أغسطس في عقاب اجتياح عسكري سريع عبر أفغانستان والهروب المفاجئ والسري لرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة